اشتركوا في القناة مع فؤاد سالم في عام 2003 بدأت العائلات العراقية بالنزوح إلى دمشق خربا من الحرب وكان لي أن تصادقت مع فتاة عراقية آشورية جاءت هي وعائلتها إلى دمشق خربا من الحرب سكنت ليلة وأهلها في جرمانة وفي ليلة الكريسماس أو عيد الميلاد سهرت برفقة ليلة في مرمر بارون المفضل في بابتوما نحن والأصدقاء فأخبرتني بأنهم في العراق لا يحتفلون هذه الليلة بعيد الميلاد بل في ليلة الغد في سوريا يحتفلون مساء 24 كانون الأول كما نفعل الآن يا صديقتي ليلة قلت لها في العراق نحتفل مساء 25 كانون الأول يا صديقي لقمان قالت لي ثم أردفت وانت مع زمع الحفلة أمي تريد أن تتعرف عليه في اليوم التالي اتصلت بي ليلة على موبايلي لتعطيني عنوان المطعم الذي سنسهر فيه مع أمها وأخواتها وأقربائها في جرمانة وأكدت علي أن أحضر لأن أمها ترغب بشدة أن تراني كان من الواجب أن أخذ هدية معي لأمها لكن يلعن الطفر ساعده تذكرت جملة مفيدة قالتها ليلة لي ذات يوم وهي أن أمها تحب أغاني فؤاد سالم كان فؤاد سالم الذي رحل عن عالمنا مؤخرا من أشهر الفنانين العراقيين وأكثرهم شعبية ولم يكن هناك خلاف عليه فهو محبوب داخل العراق وخارجه لكن داخل العراق ممنوع ولا يمكن سمع أغاني في زمن صدام حسين كان فؤاد سالم من المطلوبين بل وإن المخابرات العراقية حاولت كثيرا الإيقاع به لكنه نجى منهم وبقي حرا طليقا بعيدا عن قبضتهم لكن بثمن باهظ هو المنفى في المنفى تنقل أبو حسن أو أبو نغم بين عدة عواصم وكانت دمشق محطته الأخيرة حيث رحل منها عن عالمنا وهو يصارع المرض منذ أكثر من عام خطرت في بالي الفكرة يا شباب فطرحتها على نفسي مباشرة لما لا أخذ فؤاد سالم معي للحفلة فتفرح والدة ليلة ويكون بمثابة هدية فريدة غالية وافقت على الفكرة التي طرحتها على نفسي ولكني سألت نفسي عما إذا كان فؤاد سيوافق على المضي إلى حفلة هو غير معزوم عليها أجبت نفسي بأنني سأقول له بأن ليلة دعته لكن نفسي لم تقتنع بالكذبة لا يمكن أن تكذب عليك الاتصال بليلة كي تدعوه بنفسها لا لا يمكن أن أتصل بليلة أنا أصلا أريد المفاجأة لليلة أولا أريد أن أرى الفرح في عيونها وهي ترى فؤاد سالم أريد أن تتخيل ولو للحظة كم أن أمها ستكون سعيدة وهي تجتمع بفنانها المفضل لأول مرة في حياتها لا لا أريد أن أخسر التلذذ بهذه اللحظات كما أنني لن أضمن أن ليلة لن تفشي بالسر إذا ما قررت أن أخبرها الآن لكنك ستكذب على فؤاد قالت لي نفسي بحزم واستنكار نعم لكنه كذب بناء أجبت مدافعا عن نفسي أمام نفسي وقعت على ورقة تسمح لي فيها نفسي بالكذب البناء حصريا ولو لمرة واحدة فقط تصلنا بفؤاد يا شباب ورميت وباللهجة العراقية كل الأوراقي دون أن أعطيه فرصة للجواب أو الاستفسار حتى هلو أب حسن الغالي آغاتي قلبي ايه لقمان وياك ترى صديقتي ليلة الأشورية تسلم عليك وتدعيك على حفلة الكريسماس مالة الكلدان والأشوريين العراقيين أجي أخذك من البيت لونل تقي يوم بيت بندر بشارع العابد ونروح اتفقنا على اللقاء مساء في شارع العابد ومن هناك انطلقنا إلى جرمانا برفقة ابتسامة فؤاد الحنونة الحاضرة على الدوام وصلنا ونزلت من سيارة التكسي كانت ليلة تخرج من المطعم لاستقبالي عندما خرج فؤاد من السيارة حاولت ليلة أن تعرف من هو رفيقي هذا بأسئلة من عيونها موجهة إلى عيوني إنما لا جواب يا عيوني لكن هناك فؤاد سالم التساؤلات غمرته أيضا ألم أقول له بأن ليلة دعته وليلة تصافحه بشكل اعتيادي ليلة قدمتها لفؤاد ثم قدمت رفيقي لليلة فؤاد سالم أبو حسن أبو نغم جن جنون ليلة أعنقته بحرارة وفرح وهي تقول أبو نغام أبو نغم ففؤاد يكن بابنه حسن وابنته نغم ناسي قلون لأبو حسن وناسي قلون لأبو نغم المهم ماكن بالطويلة يا شباب نجون من الأحراج ومرت المفاجأة بسلام وكانت الحالة أكبر من التوقعات بكثير ليلة فخورة بي جدا ألمحوا السعادة في عينيها ألمحوا الابتسامة التي يندلق منها نهر الجمال الخالص دخلنا إلى المطعم الذي يعج بالآشوريين العراقيين عن بكرة أبيه وبالطبع لم يتعرف أحد على فؤاد كما حدث مع ليلة مررنا بين الطاولات حتى وصلنا إلى طاولة ليلة وأهلة قدمتني لأمها يما هذا لقمان الحجيت لك عنه قبلتني الأم ثم مدت يدها لتصافح فؤاد سالم وفي عينيها تساؤل بل وربما يمر في بالها خاطر قديم ثم تبتسم بسعادة وتقول له أبو نغم يهز فؤاد رأسه نعم أبو نغم تعانقه أم ليلة وتبكي ونجلس جميع المتأثرين بينما أصب الأرخ وأرمي قطعة من كبيس اللفت إلى جوفي قبل أن أتبعها بلقمة من الحمص الحبيب علم الجمهور تتابعا بوجود فؤاد وبدأوا يأتون إلينا كي يسلموا عليه بينما هرع عريف الحفل يذيع النبأ على المسرح وعلى التصفيق وبدأت الأصوات تطالب بأغاني فؤاد مشكورة عتشك مطر صيف مو بدينا ولم نعرف كيف صار فؤاد خلف الماكريفون على المسرح وكيف بدأت الفرقة بالعزف وغنى فؤاد وجن جنون الحضور كانوا يغنون معه ويطالبون بأغانيهم المفضلة تلك الأغاني التي كانوا يسمعونها سرا في بيوتهم وبصوت منخفض ها هم يطلبونها من المغني مباشرة ويغنونها معه بصوت عال كانت والدة ليلى في قمة فراحها وتأثرها بالغناء تنظر إلي نظرة شكر عميق لا يمكن وصفه وكانت ليلة فخورة بي إلى أقصى ما يمكن من الفخر بينما بدأ رأسي يطرق بالغيوم من شدة الزهو والخيلاء نجحت فكري نجاها باهرا قلت ذلك لنفسي وأنا آكل الكباب لكن نفسي نهرتني وقالت اشكر فؤاد سالم فلولاه لما كنت في قلب السعادة الآن ورشفت العرق وشكرت فؤاد في قلبي على ما منحنا من محبة وأبداع ليس تلك الليلة فقط إنما في كثير من الليالي شكرا أبو حسن شكرا أبو نغم شكرا فؤاد سالم الذي غنى للحرية والحب والحياة فؤاد سالم الذي غنى لنا ورفض أن يغني للطغاة كنتو عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي